ولموت صوت هنا في منتجع سياحي يهز القصف على عراقيين عزل في رحلة صيفية أركان السيادة العراقية تماما كما اهتزت مرارا وتكرارا من قبله القصف التركي هكذا غرد السياسيون في العراق بإدانته واستنكاره لكنها إدانات شديدة لهجة لهول فاجعة الضخايا تسعة شهداء وعشرة الجرحة أعلن الشارع العراقي فورة غضبه بتظاهرات أمام السفارة التركية في العراق رئيس الجمهورية برهم صالح أدان ما قال إنه قصف تركي في إقليم كردستان معتبرا أنه انتهاك لسيادة البلاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن الحداد لمدة يوم على ضخايا الهجوم بعد أن وجه بفتح تحقيق مفصل في موقع الهجوم رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني دعا بغداد إلى اتخاذ إجراءات كفيلة لمنع تكرار الاعتداء التركي بارزاني ووزير الخارجية شارك مراسيم نقل جثامين الشهداء لحظات موجهة هنا يلف علم العراق جثمان أصغر شهيدة ناهز عمره العام وزير الخارجية فؤاد حسين كشف أن الخبراء عسكريين أثبتوا أن الضربة من الجانب التركي تركيا رفضت ما وصفته مزاعم مسؤولين عراقيين بأنها نفذت هجوما على منتج عن جبلي فيدهوك وزارة الخارجية التركية قالت أن القصف كان هجوما إرهابيا حيث دعت السلطات الإراقية إلى تجنب الإدلاء بتصريحات متأثرة بدعاية إرهابية في إشارة إلى حزب العمال الكردستانية لكن إدانة القصف الذي نشر الغضب في عموم البلاد وصلت خارج حدوده أمريكا رفضت قتل المدنيين دعية جميع الدول الالتزام بالقانون الدولي بريطانيا كذلك عبرت عن قلقها واستنكارها للقصف التركي كندا، ألمانيا، مصر، الجامع العربية إدانات عربية ودولية واسعة ينتظر الشرع الإراقي من حكومته ودول العالم إجراء خطوة ما بعد الإدانة بإيقاف مسلسل انتهاك السيادة وإزهاق أرواح العزل على الأرض العراقية